يحكى أن شيطانا وجد حمارا مربوطا بشجرة فقام بفك وثاق الحمار وأطلق فانطلق الحمار إلى بستان أحدهم فأكل الأخضر واليابس فرأته زوجة صاحب البستان فأطلقت عليه النار فأردته قتيلا سنع صاحب الحمار صوت إطلاق النار فهر على المكان فرأى حماره مدرجا بدماءه فانطلق وما لابث أن عاد ومعه بندقية صوبها نحو المرأة فقتلها فرأى زوجها ما حصل فتناول البندقية وقتل صاحب الحمار فسألوا الشيطان ما الذي فعلته فقال لا شيء سوى أني أطلقت الحمار من عقاله الحكمة إذا أردت أن تدمر بلدا فأطلق العنان لحميرها